أهل الآيات اللي بنبدأ فيها ووصينا الإنسان بولده إحساناً حملته أمه كرهن ووضعته كرهن وحمله وفصاله ثلاثون شهر حتى إذا بلغ أشده أهل بلغ أشده وبلغ أربعين سنة أربعين سنة تعرف العقل السن انتع العقل هذه خلاص سن العقل الرشيد سن الهدوء سن السكينة سن العبادة سن الإقبال على الله الأربعين هذه هي السن اللي تعرف بها شن تقول لازم تكون انت في سن الأربعين صاحب حكمة وصاحب مدارك وصاحب دراية وصاحب ثقافة وصاحب أدب وصاحب أخلاق وصاحب دين وصاحب عدات وقيم ومبادئ في سن الأربعين لأن ربي قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في زوريتي شوف كيف ربط شوف كيف ربط أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في زوريتي في ربط هنا بين صلاح الزورية وبين بر الوالدين ولي للدعاء من لول نولي لك من لول حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي شكر لوالديه فإذا النتيجة أنه تحصل على زرية صالحة زرية صالحة خلص أنشكر لي ولوالدي إليك المصير وأصلح لي في زوريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين شوف النتيجة مش هذا دعاء ولا قال ولا قال من هو قال اللي بار لي والديه أنت عمرك أربعين سنة ما تعرفاش الدعاء هدي ما تعرفاش هو في دعاء خاص ببر الوالدين نعم في دعاء خاص ببر الوالدين ومفروض أنت خشية الأربعين مفروض تقولها في كل صلاة في كل صلاة تقولها تلقى في سورة الأحقاف الآية رقم قداش في سورة الأحقاف الآية رقم خمسةاش تلقى في سورة الأحقاف حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني تعرف كان كده خشية الأربعين سنة وما تقولش فيه الدعاء هدايا رجع روحك رجع روحك أنت حافظ الله حافظ الله ومتلتم كلها عم بكر تبيح ما تحفظش الدعاء هدايا وين اللموشي وين مني نقع نس قدامي اللموشي ولا بح مش قصدي هو انت حافظ الله غاني كلها وحافظ مش عارفة وحافظ مش عارفة وحافظ تشكيلة الأكوادور وحافظ تشكيلة برشلونة وحافظ تشكيلة ليفربول وحافظ تشكيلة باريس سان جرمان ما تحفظش الدعاء حتى إذا بلغ أشده هو بلغ أربعين سنة قال ربي هو الدعاء قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بالله عليك شوف لما جي تنود في نص الليل محلها محلها الونسة بيربي رأى والله الونسة بيربي لما تنود يضيق خاطرك في نص الليل وتنود تدير عليك الماء وعندك درية وعندك إمامتك وبيك حييل نود في نص الليل ودير ركعتين وقعمز الدنيا سكون وهدوء نامت كل الأعين خلاص إلا عين الحي الذي لا يموت ودير ركعتين وقعمز ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني تبت إليك إني تبت إليك وإني من المسلمين شين كانت النتيجة من ربي سبحانه وتعالى أنا بنوري لك ربي شيني بيرد عليك لما تدير هدايا بيرد عليك من القرآن شين كانت النتيجة النتيجة قال ربي سبحانه وتعالى أولئك الذين يتقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون بالدعاء هدايا بالدعاء هدايا أنا يراه لتكلمت لك على الصلاة لتكلمت لك على زكاة لتكلمت لك على حج لتكلمت لك على رمضان لتكلمت لك على عمره أنا تكلمت لك على الدعاء اللي تسوصل به سن الارفعين شيني تقول شيني رد ربي سبحانه وتعالى لما طلبت الدعاء أنت ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذرية إني تبت إليك وإني من المسلمين رد القوي العزيز فقال أولئك الذين يتقبلوا عنهم أحسن ما عملوا شماليد أحسن ما عملوا يعني ربي سبحانه وتعالى إذا كانك أنت جايب في أعمال خمستاش من ثلاثين وجايب في أعمال ثلاثين من ثلاثين يكتب لك الدرجة لمن ثلاثين من ثلاثين ربي سبحانه وتعالى ياخد أعلى درجة درتها في عبادتك أولئك الذين يتقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوزوا عن سيئاتهم وحتى كانك عندك سيئات يمحوها إن الحسنات يذهبن السيئات أي الحسنات التي ذهبت السيئات؟ حسنات بالركب أبويك هي التي ذهبت فلتاتك وسيئاتك ونزواتك وسقطاتك وسيئاتك أولئك الذين يتقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوزوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون أهو وعد الصدق